متى تتوقف الحرب في رأيك؟ والله احنا نأمل من الله أن تكون قريبة لأنه كما قلت الاحلايا بدأ يشعر بالخيبة والخسران وأنه وصل إلى نقطة أنه لا يستطيع أن ينجز أي شيء ولا أن يحقق أي هدف وبالتالي ما يجي فيه عمله اليوم هو عملية فقط عملية عبثية من أجل قتل المزيد من الضحايا في غطاء غزة لذلك أنا أعتقد هناك فيه ضغوط دولية على الاحتلال أن يوقف هذا القتل وهذه المجازر احنا بنعمل جهدنا مع كل وسطة وخاصة مع إخوة في مصر الذين يقومون بدور كبير ودور جبار ودور مقدر في مسأة انهاء العدوان على قطاع غزة فيه ضغوط موجودة فيه محاولات فيه اتصالات لكن حتى الآن لا يستطيع أن يقول أن هناك مفاوضات حتى الآن بشكل رسمي لأن الاحتلال حتى الآن كما قلت متمسك بنوع من العنت والتكبر ويريد أن يستمر حتى يصل إلى أهدافه كما يقول يعني فيه أن يستعيد بعض الأسرى أو يغتال بعض القيادات وبتصور أنه لو قتل بعض قيادات حماس أنه يمكن أن يصل إلى إنجاز الكبير يونهي بهذه الحالة كم عدد الشهداء من الحركة تقريبا حتى الآن؟ والله حتى أنه ليس لدي يعني إحصاء دقيق بهذا الأمر يعني بتعرف الآن الأمور من الصعب اللي هو مسألة تحديد الأسماء هنا يعني هنا لابد أن أسألك على التنصيق مع مصر كيف هو التنصيق مع مصر سواء فيه إدخال المساعدات القرحة التهدئة كل هذه والحمد لله الأمور جيدة حتى الآن بشكل كبير جدا في التواصل السياسي في تواصل يعني بقدر قول شبه يومي بيننا وبين القيادة المصرية تشاورنا في العديد من القضايا المتعلقة بالمبادرة المصرية في مسألة كافية وقف العدوان حتى في القضايا التفصيلية التي تحدثنا عنها في مسألة دارة الوضع في قطاع غزة أو ترتيب الوضع الوطني الفلسطين كان فيه هناك نقاشة معمقة في الموضوع الإنساني الحمد لله نحن على تواصل يومي في تنسيق دخول المساعدات والحمد لله المساعدات يعني كل يوم تدخل عبر معبر رفح يعني إن شاء الله نحن نأمل أن يكون هناك فيه مزيد لأنه أنا بدأю نقطة مهمة اللي بنعاني خاصة في منطقة الشمال التي يمنع دخول المساعدات لها الناس هناك تعاني من الجوع أمست تعاني هناك ناس بتموت من الجوع بسبب منع الاحتلال لوصول المساعدات إلى الشمال للأسف الشديد أنه هذه قضية خطيرة جدا لأنه من فترة طويلة لا يدخل إلا النزر القليل جدا جدا للناس الممنوع عنهم كل شيء حتى المياه حتى المواد الأساسية حتى حليب الأطفال ممنوع الدخول لذلك نحن إن شاء الله نتمنى أن يكون هناك ضغط كبير من كل الأطراف من أجل أنه توصل المساعدات إلى أهلنا ماذا تريدون من مصر في فترة قادرة؟ والله مصر طبعا لأنها كما يقال أم الدنيا وهي صاحبة الثقل يعني إحنا دائما يعني العلاقة بيننا وبيننا علاقة استراتيجية وعلاقة أخوة وعلاقة دم وعلاقة قرابة وبالتالي يعني كما قلت إحنا منفتحين أن نقاش معهم كل القضايا سواء كان إحنا اليوم كما قلت في الموضوع السياسي في تواصل في موضوع المواد المساعدات في تواصل في موضوع أيضا إخلاء الجرحة أيضا الحمد لله المستشفى المصرية بتستقبل كل يوم عدد من الجرحة نتمنى أن يكون هناك أيضا في مزيد من الأعداد أن ينتصل إلى المستشفى المصري وكذلك إحنا كنا نتمنى من الدول العربية أن تستقبل أيضا عدد أكبر من أنه إحنا تقريبا حوالي يمكن فوق 56 ألف جريح في قطاع غزة ويوميا في أعداد بين 200 إلى 300 جريح بيصلوا للمستشفى خاصة أنهم بعد ما دمروا مستشفى الشمال وأخرجوا 35 مستشفى ومركز طبي من الخدمة